السلام عليكم. معكم نور الدين في قناة نورين الكتباليك. اليوم كان التلفاز الصوري اربعين بوصة ليد. التلفاز يعمل ولكن يجد فيها مشكل في ازدواجات الصورة كما تشاهدون. العطب غريب في هذا التلفاز يوجد هناك بعض الخطوط في منتصف الصورة كما تشاهدون والصورة في اسفل الشاشة جيدة لمشاهدة ولكن في اعلى الصورة ليست جيدة كما تشاهدون. وبعض الخطوط رقيقة في وسط الشاشة موجودة كما تشاهدون. هذا هو العطب موجودة في هذه الشاشة سوني اربعين بوصة. ان شاء الله سوف نكتشف في طريقة كيف يتم اسلاح مثل هذا المشكل. هذا العطب غريب كي يكون في البالين في الشاشة. سوف نطبق عليها بعد الاسلاحات التي دائما استعمل في اسلاح الشاشة ان شاء الله سوف ابدأ ان شاء الله بفتح هذه الشاشة. كما تشاهدون هذا الخط يقسيم الصورة على الاسفين كما تشاهدون. في اعلى الصورة يوجد هناك خطط واي ازدواج الصورة لكن في الاسفين الصورة ستبعات جيدة من يسا فيها مشكلة. موجودة في هذه الشاشة. هذا الشاشة تعمل بترانسفور خارجية كما تشاهدون. هذا هو موجودة في هذه الشاشة. كما تشاهدون الباور سبريم موجودة في الخارج نيست في الداخل. وهذه الشاشة لا يوجد فيها تايكون يعني الشاشة معاقلة جدا يعني هناك شاشة لا يوجد فيها تايكون هذا هو مشكلة في هذه الشاشة. يوجد فقط مستر تايكون. هذا هو شكل تلفز من الداخل كما تشاهدون. هناك مستر تايكون في الشاشة ولا يوجد فيها تايكون. وهذه الشاشة نوع سمارت. التلفز من نوع سمارت. هذه هي مستر تايكون لهذه الشاشة كما تشاهدون. المستر يوجد فيها كفة على الجانيونة ويوجد هناك كفة على الجانيوسة. هذا هو الموضل للمستر. سأقرب لكم الشاشة. تشاهدون بعد المسارات موجودة في هذا البانيل. يعني هناك سي كافي. سي كافي تروا. سي كافي بي بي دو. سي كافي بي دو. سي كافي بي دو. سي كافي بي دو. سي كافي بي تروا. دي سي اس. تي. هذا المسارات هادوه مباشا دي نبدأوا. إن شاء الله. كيف يتم قطع هذه المسارات. فهذه المسارات موجودة في هذه الجهة ولكن يوجدون في الجهة اليسراء أيضا المسارات موجودة في هذه الجهة أيضا كما تشاهدون فهذه الجهة التي يوجد في هذه المسارات وإن شاء الله سوف نبدأ بقطع المسارات في الجهة اليمنى هذا هو الكف موجود في الجهة اليسراء كما تشاهدون الكف موجود في الجهة اليمنى وهو الذي سأبدأ به إن شاء الله لأن في الغالب 50% سوف أجرب في الجهة اليمنى أولا هذه المسارات موجودة في الجهة اليمنى كما قلت لكم طريقة تسلح مثل هذا البالينت معقدة جدا يجب الحضار في كيف يتم يسلح في هذه المشكلة سوف أوركم طريقة سعلة جدا ولكن يجب الحضار حتى تقطع بعض المسارات لأن تلك المسارات يجب عليك أن تقطع بطريقة جيدة حتى إذا وقع مشكلة أو لم تجد الصورة فعليك أن ترجع إلى مكانها كما قلت لكم سوف أستعمل هذه المسارات يجب عليك أن تقطع بطريقة جيدة ولكن هذه المسارات يجب عليك أن تخرب كلها عليك أن تقطع بطريقة جيدة لأنه إذا وقع مشكلة عليك أن ترجع إلى مكانها وتذهب إلى الجهان المسار دائما أستعمل هذه المسار كما تشاهدون ولكن أقطع بطريقة الصحية سوف أجرب الآن الشاشة بعدما أجربت الشاشة لم تعمل ولكن أرجعت تلك المسارات إلى مكانها كما تشاهدون المسارات كلها قطعتها ولكن الشاشة لم تعمل لم تعطيح أي بيانات ولكن كما قلت لكم في الأول تلك المسارات أرجعتها إلى مكانها الآن سوف أبدأ بقطع هذه المسارات في الجهة اليسرى كما قلت لكم في الأول المسارات الموجودة في الجهة المملاعية الموجودة هنا أيضا سوف أبدأ بقطع هذه المسارات كما تشاهدون الآن سوف أجرب لكم الشاشة حتى أتأكد بأن الصورة تشتغيل كما تشاهدون الصورة أصبحت جيدة الشاشة الآن تعمل جيدة لم يعد هناك أي مشكلة في دوبل إيماج أو الخطوط هذا العطاب دائما يكون في باللغة ولكن هذه المرة جاءت التلفاز صوري ليد يليد سمارت نجب المشكلة في هذه الشاشة فيما المشكل يندبه في الإيماج مواد الأمارك سونيكي تقول بأنها جيدة ولكن لا أعجب المشكلة في البالين. كما تشاهدون هذا هو هذه المنطقة التي خطعتها كما تشاهدون. مسارات المقطعة هي موجودة هنا. رقم البالين كما تشاهدون هذا هو الرقم البالين بعمية. هذا هو الرقم الموادين للبالين من الشاشة. الموادين للتايكون. سأقربكم في الشاشة. حتى تشاهدوا رقم الموادين للتايكون. هذا هو الرقم الموادين للبالين. وهذه المسارات الأولى التي قطعتها ولكن أرجعتها إلى مكانية كما تشاهدون. باللحن فقط والكاوية وبعد الأسلاك الرقيقة. الحمد لله تم إصلاح المشكلة. سوف أعريكم الصورة. هذه الصورة إن شاء الله سوف أعريكم الصورة أمان بعد ما تم إصلاح المشكلة. كما تشاهدون أسبعة الشاشة هذي إذا تم إصلاحها. لا يوجد هناك أي مشكلة في إزدواج الصورة أو ضوء الإيماج في الشاشة. فقط يوجد هناك خط رقيق في وسط الشاشة. سوف أعريكم هذا الخط رقيق جداً في وسط الشاشة. هذا الخط مسبب للمشكلة في إزدواج الصورة. يعني بعض البيكسيلات تكون متضررة في وسط الشاشة أو في أعلى الشاشة. هي لا تتسبب مشكلة للإزدواج الصورة في الشاشة. الحمد لله تم إصلاح المشكلة 100% اشترك في القالة حتى يسوي كديم الجديد في إصلاح المشكلة للبعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكراً لكم.